طبعاً هنبدأ بالخبر الأول وهو خبر خاص بحكم مركز التسوية والتحكيم النهاردة واللي هنحط لحضراتكم على الشاشة هذا الحكم الذي صدر ظهر اليوم وباختصار شديد جداً قادي قدام حضراتكم الجلسة أو محضر الجلسة وفوق عن يمين مكتوب مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقاً لهذا الحكم أصدرت اللجنة الاستشارية في الجانب المستعجل بمركز التسوية والتحكيم حكم بوقف هبوط أندية بيتروجيت والداخلية والنجوم واستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوة حكم بمنصوصه أولاً قبول الدعوة شكلاً ثانياً وقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018-2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019-2020 وذلك مؤقتاً لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازع ثالثاً إحالة الدعوة للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوة طيب طبعاً زي ما قلت لحضراتكم في الجزء الثاني مع الأستاذ طلال عبر الطيف سنتعرض بتفصيل أكتر لكن مهم إن أنا أقول لحضراتكم برد أولاً مبدئياً عشان تبقوا عارفين فيما يتعلق بأعداد الأندية اللي في الدور الممتازة يعني لو بصنا بص سريعة كده لو رجعنا سنة خمسين دبي داوي طبعاً كان حداشر فريق الدول سنة خمسة وخمسين كان عشر فرق سنة ستة وخمسين كان حداشر سبعة وخمسين كان أربعتاشر فرق سنة سبعة وخمسين تمانية وخمسين كان ستاشر اتنين وستين رجع بقى عشر فرق سنة أربعة وستين كان أربعة وعشرين فريق على مجمعتين على مجمعتين سنة تلاتة وسبعين كان اتناشر فرق وقع كذا عشان مضيعش وقتوك يعني لكن في النهاية اللي تلعب مجمعتين كان كمان سنة ألفين واثناشر ألفين وتلاتاشر وألفين وتلاتاشر ألفين واربعتاشر للظروف اللي انتوا عارفينها اللي مرت بيها بلدنا الجميلة أحمد بيه فهيم وجهت نظر ممكن يبقى مجمعتين ممكن نظام آخر تمان فرق وتصعيده يعني قصص كده كثيرة في هذا الاتجاه طيب الموقف ايه حاليا الموقف ايه حاليا هو طبعا بيتروجيت وفقا لكلام السيد أحمد فهيم ان هي لجأت للجنة التظلمات بالترتيب اللي هو قاله طبعا لجنة المسابقات هو لجأ اليها ولكنها غير مختصة لا تستطيع ان تفصل في الأمور يعني لكن قال انه لجأنا لجنة التظلمات وما رددش علينا طيب ايضا الاستاذ محمد الطويلة وهو مفوض من جانب الجمعية العمومية طلع وقال انه لانه هو كمان رئيس نادي النجوم يعني هو واحد من الثلاث أندية اللي تقدموا بشكوى أمام مركز تسوية والتحكيم اتنين طبعا ناديين دولة الداخلية وبيتروجيت ونادي خاص اللي هو نادي النجوم قال في كلامه انه اذا لم نحصل على حقنا بإلغاء الهبوط سنصعد للفيفا والمحكمة الرياضي طبعا امور مهمة جدا جدا وامور في نفس الوقت الحقيقة شائكة بالنسبة لمسابقة الدوري العام اذا تم تفعيل هذا الامر يعني انا استقصيد طبعا ورجعت لبعض المصادر القانونية من هنا وهناك والكلام كالاتي اتحاد الكرة طبعا له لائحة خاصة به بتتبع مباشرة الاتحاد الدوري واتحاد الكرة لا يذهب الى المحاكم فيما يتعلق بالامور الفنية وبالتالي هو لم يذهب الى مركز تسويق التحكيم بس على فكرة مركز تسويق التحكيم بعت لاتحاد الكرة قال لهم ان فيه شكوى مقدمة كذا 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 وان احنا حددنا جلسات كذا وكذا واذا كان لديكم من الاوراق والمستندات ما ترون انه سيفيد في هذا الامر تقدموا بيه اتحاد الكرة تجاهل تماما تماما الرد على امور خاصة بمركز التسويق والتحكيم طب ليه انه اتحاد الكرة طبعا هو رد اتحاد الكرة قال ان احنا لم يصلنا بعد اي مكتبات ومخاطبات من مركز التسويق والتحكيم ده كلام قال لست اسامة اسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة وهم على فكرة عملوا حاجة لطيفة اللجنة يعني اخدوا قرار بانه لا يتحدث اطلاقا في وسائل اعلام المختلفة الا اسامة اسماعيل اللي هو مدير الاعلام وغير مسموح لاي ادارة او اي حد موجود جولة تحب بما فيهم اعضاء مجلس ادارة انفسهم من التحدث للاعلام حاجة محترمة وجميلة حتتطبق او لا سنرى خلال الايام القليلة القادمة سنرى طبعا لكن وفقا لكلام اللي انا متأكد منه انه اتحاد الكرة لن ينفذ هذا القرار ان اتحاد الكرة لن ينفذ هذا القرار وانا هناك ثوابق نادي الشرقية قبل كده كان اخذ حكم بالبقاء في الدول الممتاز واختر اتحاد الكرة بهذا الحكم ولم ينفذه وبقي نادي الشرقية في القسم الثاني نادي اخر من طنطة حصل تلاعب وما تلاعب و14-0 ولا مش عارف ايه وطلع قرار ايضا ولم ينفذه اتحاد الكرة من منطلق ايه من منطلق ان اتحاد الكرة له لوائحه الخاصة التي تتبع مباشرة الاتحاد الدولي وانه لا يذهب الى اي مناطق تحكيمية خاصة بالامور الفنية خاصة بالامور الفنية اما اذا كان امر متعلق مثلا بشطبة او كده او كده هذا امر اخر لكن الامور الفنية صعود هبوط نقاط بتاعه مش عارف ايه فهو الهندبول بتاعه ا ا ا ا ا ا ا ا كل هذه الامور لا يذهب اطلاقا فيها اتحاد الكرة الى المراكز تسوي على تحكيم او الى اخره ومن ثم هو لا يعير هذه الاحكام ا 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 اهمية التنفيذ هذا هو اتحاد الكرة ومن ثم فستبقى المسابقة كما هي ويبقى النادي الأهلي بطلا للدوري الممتاز ويبقى الدوري الممتاز 18 فريقا فقط لغير ويبقى بيتروجيت والداخلية والنجوم في القسم الثاني بس أنا عايز أقول برضو للإنصاف واللحق عشان برضو ما نظلمش الناس سنة اللي فات الحياة كانت سنة معقدة للغاية معقدة جدا لأنا قادر ألوم اتحاده الكرة ولجنة مسابقاته برئاسة العزيز طبعا عامل حسين ولا قادر كمان ألوم الأندية اللي بتشتكي لأنه المفترض أن فيه قرعة بتتعامل القرعة بتتعامل دي بترتب المباريات أنا كراجل مدير فني برتب شغلي على ترتيب هذه المباريات كمان هناك بعض المباريات الحساسة وإن كان الحياة السنة دي ما حصلش ده هما بيقولوا ده بس الحياة ما حصلش أنه فيه جولة لازم المتشتكولات تتلعب في نفس التوقيت وفقا لللي حصل فيه مسابقة الدوري ما وصلناش لخطورة أنه ما تتلعبش في نفس التوقيت لكن هذا حق أيضا مكتسب إنما كان الأهم من اللي أنا بقوله ده ترتيب المباريات يعني مثلا على ما أتذكر كان المفروض أعتقد المؤولين العرب يلعب مع النادي الأهلي قبل ما يلعب مع بيتروجيت على ما أتذكر حاجة زي كده يعني ومع هذا لم يحدث طب إيه بيتروجيت يعني إيه أهمية الموقف ده من لا موقفه أنه كان يعرف موقف المؤولين إيه قبل ما هو يلعب أو نادي آخر بينافسه في الهبوط وهكذا فبرضه دي كلمة حق لازم تقال الحية يعني يعني المؤمن ديه دي برضه تضررت عشان يكون صراحاء على الجانب الآخر هل كان لجنة مسابقات حاج عام الحسين كان في إيده حاجة يقدر يعملها الحية الإجابة برضه لا لسببين السبب الأول أن الأندية كانت مدللة خاصة الأندية الكبرى والسبب الثاني أن اتحاد الكرة لم يكن أقوى من الأهل والزماك بوضوح بوضوح شديد عشان ما نزوّقش الكلام تليفون بيطرفع على سروة سويلم يا سروة بيه كذا 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 وإحنا مش هنالعب جواب من النادي الفلاني وهنا بتكلم مع القطبين بس برضه عشان كون صراحاء محدش له سطوة في الكرة المصرية غير الأهل والزماك كل الإحترام لكل الأندية عشان الكرة تقوم في مصر لازم اتحاد الكرة يبهو الأقوى وعشان تقوم بجد لازم تبقى فيه رابطة أندية المحترفين والطورطة تبقى بره اتحاد الكرة اللي حفيوا عليها عبد المشتق وغيره التورطة لما تبقى بره اتحاد الكرة رابطة أندية المحترفين دي مكونة من مين مكونة ممن رشحتهم الأندية والربطة دي عبارة عن ايه كل نادي بيرشح واحد الواحد ده مش عضو مجلس إدارة في النادي يعني سي النادي الأهلي مثلا مثلا نقول عنده مين شخصية مثلا برزة او هو شايف ان تستطيع خارج إطار مجلس إدارة سي مثلا الكابتن عدل القيع هيرشحه الكابتن عدل القيعي لربطة المحترفين بديكم فكرة حتى معرفين رابطة الشكل ازاي يعني الزمالك مثلا يرشح مثلا مين يرشح مثلا حد من خارج اللي هو علاء مين اللي ده عضو مجلس إدارة حد من خارج مجلس الإدارة اي شخصية من شخصيات اللي نادي زمالك بيثق فيها من خارج مجلس الإدارة زي رحابة برجيلا مثلا هو حاليا مش عضو مجلس إدارة تمام وكل نادي يرشح حلو قوي اللي مش عايز يرشح هو حر احنا عندنا 18 نادي لو بقى عندنا 18 مرشح بتيجي الأندية تصوت على السبع أو الستة أعضاء اللي هي الرابطة المحترفين اللي بياخدوا أعلى أصوات هم اللي بيبقوا يبقى إذن هذه الرابطة منبثقة من 18 نادي فبالتالي لا تملك الأندية الاعتراض عنها هي لمشكلها هي لمشكلها أصلا وكمان الأندية دي مش من نادي واحد لكن الحقيقة بره كل الكلام اللي أنا بقوله ده لابد أن الدولة تساند إذا استمر هذا الوضع بدون رابطة أنديات محترفين لابد أن الدولة وأنا بقولها بالفهم المليانة هو تساند اتحاد الكرة أن يكون هو أقوى من الأندية إيطاليا إيطاليا اليوفينتوس نزل سنتين ونحايل فيك ودموع العين تناديك أو تناديك ورجع طلع تاني اليوفينتوس اليوفينتوس ده إيه ده هو الكنج هو الأهلي بتاع إيطاليا هو صاحب كل البطولات يعني وغيره وغيره أمثلة كثيرة على مستوى العالم هل كان يقدر بقى جمهور يوفينتوس يعمل حاجة ولا يقدر لأنه تربوا على أن اتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة الإيطالية ومن ثم الأب لما يقول الولاد يقوله حاضر لكن ما نعيش فيه الآن أن اتحاد الكرة ليس هو الأقوى عشان تتعدل الحكاية لازم يبهو الأقوى لكن في كل الأحوال اللي أنا بأكده لحضراتكم أنه سيبقى أو ستبقى الأندية الثلاثة مع كل الاحترام له اللي أنا بقوله أنا عارف أنا بقول إيه في القسم الثاني وستستمر المسابقة كما هي ويبقى النادي الأهلي هو بطلا للدوري العام ونتمنى للثلاث أندية دولة أنهم يشدوا حيلهم سنة جاية ويصعدوا إن شاء الله ونشوفهم أو أي أن كانت المنافسة طبعا مع الأندية الأخرى عشان لازم يبدأ حقها في الحوار ده الموضوع الأول اللي عندي والخاص بمسألة مركز التسوية والتحكيم شكرا